أهو أكبر الله أهو أكبر الله أهو أبوى بالشر والتعسير وتكون لنا بها وليل ونصير أن تولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في الله أيها الإخوة الكرام سأذكر لكم اليوم سر من أسرار الله تعالى في سورة صغيرة من القرآن الكريم وهما سورتي المعودة وما فيهما من الأسرار العجيبة الغاملة التي لا يعرفها الكثير من الناس بل جل الناس وفوائدهما في تبطيل السحر والعين والعوارض والشر القارين وجميع الشياطين ومن شر جميع المخلوقات وأعدادهما وتسيرهما بإذن الله تعالى وفوائدهما العظيمة في هذا الباب ولا يتركان من السحر لا شادة ولا فادة ولا قوي ولا ضعيف ولا من العين ولا من أطار القارين ولا من أطار الشياطين ولا العفاريت ولا الآباء لسلك المتمردين فإن فيهما سير الله تعالى أيها الأخي الكريمة إنك تقيف أمام أعظم صوار التي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثله النقض هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم هذا حصنك هذه نجاتك هذه الصورتان عظيمتان صورة قل أعوذ برب الفلاق وصورة الناس قل أعوذ برب الناس الصورة الأولى فإنك تستعد بالله تعالى من أشياء خارجة على جسمك فإنها تحفظك من شر الأشياء الخارجة على جسمك كشر المخلوقات وشر ظلمات الليل وغير ذلك وصورة الناس تحميك وتستعد بالله تعالى فيها من شر الأشياء الداخلة في جسمك شر الوسواس وشر الذي يوسوس في قلبك ويوسوس في صدرك فإنك تستعد بالله تعالى من هذا من شر الجن والإنس يعني الصورة الأولى تحميك من أشياء خارجة من جسمك كظلمة الليل كشر المخلوقات كأدى الناس كأدى الصحراء كأدى الحساد كأدى القارين كأدى المس أشياء التي هي خارجة من جسمك والصورة الثانية تحميك من الأشياء التي هي موجودة داخل في قلبك وأطار الشيطان على نفسك وأطار الإنسان على الأشياء الداخلة في قلبك وسأبين لكم ذلك أيها الإخوة الكيرام فقد أبان الله سبحانه وتعالى في هذه الصورتان ما يستعد منه بالله سبحانه وتعالى من الشر الذي في العالم كله ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن سبيل الله تعالى كالمشركين وسائر شعياطين الجن والإنس وقد ابتدأ صورة الفلاق بالاستعادة من الشر المخلوقات وظلمة الليل ومن السحراء والحساد والنمائين والناس النمامين وهي درس بليغ عظيم في حماية الناس بعضهم من بعد بسبب أمراض النفوس وحماية من شر دوات السموم من بعض المخلوقات السامة ومن شر الليل إذا اشتدت ظلمته لما فيه من مخلوقات ومخاوف لأن ظلمة الليل خاصة في الباراري والكوهور فإنك تستعيد بله تعالى من هذه الشرور وهي تعيدك وتحفظك من شر الإنس والجن ومن شر جميع المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام ومن شر كل مؤذن خلقه الله تعالى من شر الليل إذا اشتدت ظلمته فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الجن والإنس وهي تعيدك من شر السحرة والسحر ومن شر عقديه ونفتيه والحساد هو زوال لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك قل أعود برب الفلاق من شر ما خلق يعني تعيدك من شر جميع المخلوقات كما وصفت لكم ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب أول ليل إذا اشتدت ظلمته فإن كما وصفت لكم فيه الكثير من الشرور ومن شر نفاتاتي في العقاد يعني الساحرات الذين ينفتون في العقاد يأخذون بعض العقاد بعض الخيوط ويعقدون فيها عقاد ويتمتمون عليها بعض تمائم ثم ينفوتون عليها والنفت هو النفخ في هذه العقدة من غير إخراج الريق فتلبسوها الشياطين فتأدون منها الناس حسب التوكيد الذي يوكل على هذه العقدة وحسب الكلام الذي توكل فيه الشياطين على هذه العقدة وتنتقل إلى عقدة تانية وتعمل فيها مثل الأولى وكذلك الثالثة وكذلك الرابعة إلى سبع عقد أو أكثر ثم يدفنون ذلك في المقابر المنسية أو في غير ذلك يدفن بها البنات الجميلات ويدفن فيها الناس ويمرضون بها الناس ويعملون بها كتل من الناس لكن هذه تبقى أشياء خارجة على جسمك يعني السحراء بعيدون عنك وضومة الليل كذا يعني أشياء في محيطك وليست في جسمك في داخل جسمك أما الصورة الثانية فهي تعيدك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهي تعيدك من شر إبليس وجنوده الذين يغون الناس بوسوستهم وبكلامهم الخفي وبحديث النفس في قلب الإنسان ويوسوسون في القلوب خاصة إذا غفلت القلوب عند ذكر الله تعالى فإن ذكر الله تعالى يخنس إبليس فإذا ذكرت الله تعالى خنس يعني كف عن الوسواسة لا يقدر أن يوسوس لك عند ذكر الله تعالى وعند قراءة هذه الصورة الكريمة وكذلك يحفظك الله تعالى من وسوسة الجن في بعض الأحيان يكون قلبك صافي فيأتي إليك أحد فيقول لك كلاما يشغلك به ويلطق قلبك بأوساخ كلامه وهذا النوع من الوسوسة التي طلب الله سبحانه وتعالى مننا أن نستعيد منها من شر الجن والإنس كما قال الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكذلك تنجيك من أطار القرين على قدبيك ومن شره ووسوساته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحدين إذا وقل به قارنه أي أحد مننا عنده قارن فهو يوسوس له ولا ينفق عليه إلا بعد الموت وهذه الصورة ينجيك الله تعالى بسببهما من السحر والعين والنظرة ومن سائر العوارد ومن شر القرين ومن سائر الهوام ومن سائر الشرور ومن شر جميع المخلوقات فهما أسرار عظيمة وسير جليل في التخلص من الشرور ومن جميع الشرور فلا تبقى بحك الإنسان عن أكثر من ذلك وهو التخلص من السحر ومن أطاره كيفما كان هذا السحر فإن هذه السوراتان يبطلان بإذن الله تعالى قراءة سواء هذه القراءة تكون عبر أوراد أو على الماء أو يغتسل بها الإنسان أو يشرب منها الإنسان أو يكتفي بقراءتها فإن فيها شفاءتان من هذه الأمور يعني يقينا لا يقول الإنسان أني أستعمله كذا وكذا ولا أصله على النتيجة فذلك يعني راجع إلى ضع في إيمانه بقدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فالله يطلب منك أن تستعيد بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من شر ما خلاقه ومن شر النفاتات ومن شر حسنين إذا حساد ومن شر دوسوا سخ الناس وكذلك تستعيد برب الفلاق وكذا بهذه الأمور ففيها أسرار عجيبة وذكرها الله سبحانه وتعالى فيها ثاني سورتان فعليكم بها أيها الأخوة الكرام والاكتفاء بهما فإنك تستغني بهما عن جميع التبطيلات وعن جميع الاستعادات وعن جميع التحصينات وعن جميع العلاجات ففيهما السر الكامل بإذن الله تعالى وسأعطيكم إن شاء الله طريقة وقد ذكرتها في حلقة سابقة لكن سأؤكد عليها لأنها لغاية الأهمية سأؤكد عليها في هذه الحلقة إن شاء الله وهي أن تقرأ المعوذة المعوذة خمسة عشر مرة خمسة عشر مرة بداية من بعد صلاة الظهر ثم تستمر عليها بعد صلاة العصر خمسة عشر مرة والمغرب كذلك والعشاء كذلك والصبح الموالي كذلك خمس صلاوات خمس صلاوات والبداية دائما بصلاة الظهر لا تبدأها بعد العصر أو بعد الصبح تبدأها بعد الظهر وتستمر عليها يمكن أن تستعملها خمس صلاوات وتتوقف عن ذكرها خمس صلاوات أخرى يعني اليوم الموالي تتوقف عليها ثم تستأنفها في الظهر اليوم التالي وتفعل هذه العملية ثلاث مرات حتى تكملها خلال خمس أيام أو ست أيام المهم أنك تستعملها ضهرا وعصرا ومغربا وعيشاء وسبحا وتتوقف ضهرا وعصرا ومغربا وعيشاء وسبحا ثم تبدأها الظهر الموالي هكذا ثلاث مرات ويمكن لك يجوز أن تستمر عليها مدة ثلاث أيام بلا توقف يعني خمسة عشر وقت من الصالة خمسة عشر وقتا من الصالة تستمر عليها ومن الناس يستمر عليها أكثر من ذلك حتى عشرون يوم حتى واحدة بشرين يوم لما يجدوا فيها من الراحة ولما يجدوا فيها من العلاج ولما يجدوا فيهم من أسرار الربانية في تبطيل السحر ولم يكن عندك سحر وأرتأنت تعملها كتحصين وبنية تحصين وبنية ذكر الله تعالى فلإن كل حرفين منها بعشر حسنات ولها أسرار عجيبة في هذا الباب إن شاء الله تعالى ويمكنك أن تقرأها هذا العدد على ماء وتشربه عند الفترة التي تكون تستعمل فيها هذا الورد ويجوز بهذا الماء أن تغتسل به مرة أو مرتين تقرأ على ماء هذا العدد خمسة عشر مرة ثم تغتسل به لكن تحذر أن هذا الماء الذي تغتسل به ألا تتركه يذهب إلى النجاسات في الحمام فتجمعه في مكان تغتسل فيه ثم تجمع هذا الماء ترميه في التراب أو في مكان طاهر فإنها من أسرار الله تعالى في العلاج وشربها وتستغتسل بهذا الماء وقراءتها يكتفي بالإنسان الممكن أن يكتفي بقراءتها ففيها السر والبركة إن شاء الله والخير بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإحفظكم من سائر الشرور ومن سائر الهوام ومن شر الجن والإنس والشياطين والعفريج والأبالسة المتمريدين بفضل هذه الصورات الكريمة وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا